قائد عسكري وزعيم ميليشيوي برتبة سفير إيرج مسجدي السفير الإيراني في العراق بعد تاريخ طويل قضاه في التخطيط والتمكين للنفوذ الإيراني يواجه عقوبات أمريكية متأخرة تستهدف نشاطه الاقتصادي وزارة الخزانة الأمريكية قالت إن مسجدي أشرف على برنامج تدريب ودعم ميليشيات ووجه ودعم الجماعات المسؤولة عن الهجمات التي قتلت وجرحت القوات الأمريكية كما اتهمته بتمكين التحويلات المالية نيابة عن الحرس الثوري الإيراني منذ أن كانت تحت قيادة قاسم سليماني العقوبات على مسجدي جاءت ضمن حزمة عقوبات فرضت على شخصيات تعمل ضمن المشروع الإيراني وتهدف العقوبات إلى تجميد أصولها المالية وإيقاف نشاطاتها الاقتصادية في ظل حملة مكثفة انطلقت مع بداية عهد دونالد ترامب لكن المراقبة لأثار هذه العقوبات يجد أن تأثيرها محدود جدا على النشاط الإيراني بشكل عام ولم تشكل فارقا جوهريا في كبح جماح المشروع الإيراني الهادف إلى ابتلاع المنطقة وهنا يأتي السؤال أين كانت أمريكا من نشاطات إيرج مسجدي في تمكين النفوذ الأمريكي بالعراق منذ مدة طويلة ولماذا ترك المجال له لتنفيذ كل هذه المخططات التي اعترفت بها الخزانة الأمريكية حتى تفرض عليه عقوبات متأخرة يفسر مراقبون هذه الاستراتيجية الأمريكية بأنها ليست نتيجة خطأ في تقدير المواقف وإنما هي سياسة تعتمد على ترك الخصوم المفترضين يمدون جذورهم في المنطقة المطلوبة ومن ثم القيام بمحاولة اقتلاعها وذلك لإطالة أمد الفوضى وإغراق المنطقة بصراعات تمهد لخريطة الشرق الأوسط الجديد ترجمة نانسي قنقر